طبعاً أستاذ إيمان السويدي راح تكون معنا خلال ثواني صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك كنا عم نقول أنتوا فعلاً دائماً مشهولين؟ منوها يلا رياض الأعمال والله الإنسان يدير وقته يعني بالأحرى عسبة أنت تعرفين أولوياتك وترتبينها يعني أكيد طيب رياضة أعمال اجتماعي شو يعني؟ كمفهوم يعني هو فكر يديد بين الصدق يعني دائماً قلت شو رائد أعمال هو بيزنس فأنت هدفك شو؟ أنك أنت تربح من البزنس تسوي دراسة الجدوى أمالتك على هلأساس رياضة الأعمال الاجتماعية هي بروفيتبل ان امباكت في البزنس يعني أنك أنت تكون لازم يكون المشروع طبعاً مربح هذا جانب مهم يعني لأنه في ناس تفكر أنه يعني كأنه عمل خيري وتطوعي وهذا مفهوم آخر لكنه يكون مربح كذلك لأثر فأنت تقيس إلى ثنين لما تقيس مشروعك هل هو أثر؟ هل هو أثر في المجتمع؟ كم شخص أثر؟ في معايير معينة أنت تقيس عليها ونحن نربطها في معايير اليونيتد نيشن جي دي بي أنك أنت أثرت في هذه العوامل المجتمعية ككل ممكن تكون عوامل بيئية ممكن تكون عوامل قضايا مجتمعية ممكن تتناقشوا مثلاً قضايا المرأة والجوانب هاي ممكن أصحاب الهمام فهي قضايا وايد مجتمعية تحتاج أننا نحن يعني نغادرة يعني نلمها ونحلها يعني ونساهم في أننا نحن نساعد المجتمع في هذه الأشياء إيمان لما ذكرتي المفهوم مادري اقترب عندي بمفهوم مثلاً تطوع فشو يختلف إذا أنا راح أتطوع ولا راح أكون رائدة أعمال اجتماعية وين يكمون الاختلاف الفكرة نفس ما قلت لك أنه الربح عامل مهم كذلك لأنك لو يتي سويتي جمعية خيرية فأنت تعتمدين أكثر على أنك أنت تتبين تبرعات وتكون عندك سبونسور حد يرعات فشي هذا لكن رياضة الأعمال المجتمعية مختلفة أنت جزء من أنت لما تديرين البزنس البزنس بنفسه يعني يغطي تكاليفه ويكون مربح أعطيك مثال يعني لو أنت مثلاً تستهدفين فئة مثلاً سيدات اللي قاعدات في البيوت وأنهم مثلاً عندهم أشغال يدوية أو التراثية ومثلاً كذا فأنت قاعدة أنت تدخلينهم وتشغلينهم وتشغلين مشاريعهم هاي وتبيعين مثلاً الأدوات اللي هم يصنعونها لكن بالمقابل أنت قاعدة توفرين لهم دخل أنت قاعدة تخدمين فئة مجتمعية بس مش بالمعونات أنت تديرين المشروع فلازم يكون سستينبل المشروع لا دراسة وشي يعني أنا تشرف أن أنا كنت من ضمن الخريجات في برنامج ريات الأعمال الاجتماعية بادري في إمارة الشارجة وكنا 15 وحدة يعني تم اختيارهم والحمد لله يعني مرينا في تجربة حلوة يعني رحنا يعني شفنا أفضل ممارسات في الهند في لندن في ليفر بول وزرنا الـ School of Social Entrepreneurs هناك يعني شفناهم وشفنا المشاريع هناك يعني كانت كلها على أرض الواقع يعني فيه ناس كثير خذوا أفكار وطبقوها على الواقع يعني طيب كونك امرأة إماراتية طبعاً نحنا كثير فخورين فيك لكن هل بتجدي صعوبة من انتقادات من الناس حواليك يعني بقولوا لك لا الحرمة مثلاً مكانها البيت وعيالها ولا بتحسي أنه هذا الشي بيخليق لك تحدي لحتى تثبتي نفسك على الصعيد خلينا نقول الإداري والصعيد كمان الاجتماعي وخدمة الناس حين المرأة وين ما سارت المرأة في كل مكان يعني فيمكن هذا النقاش يمكن قبل كم سنة بس أحينا بالعكس يعني المرأة تحصل دعم ومن كل مكان يعني سواء كان من حكومتنا قياداتنا وكذلك يعني انتوا مشاء الله يعني إعلاميات كذلك فأنتوا تساهمون في نشر هاي الرسالة جزء كبير من اللي أنا أسويه كذلك في تمكين المرأة اللي هو جزء من مشروعي أنا أسوي النور لايف ستايل كوتشينج وقاعدة في تأسيس نادي للسيدات للخطابة ومهارات القاوتي فأتمر علي بعض القصص يعني أن هي مثلا تواجه بعض التحديات مثلا كيف توازن كيف أن هي تسوي مشروع أو لا بس ها كلها يعني ينحل من خلال أن نحن كنا موفرين بيئة أن نحن نتعاون مع بعض أن هي تعزز ثقتها في نفسها تطور ذاتها أن هي تحول إذا كانت مثلا ما حصلة وظيفة أن هي تحاول تسوي مشروع وتصنع لنفسها دخل والناس اللي حواليها يعني تفيد وتستفيد طبعا أنت ذكرت أنه بعض التحديات موجودة فيك تعطينا ممكن أفكار أو هيك أنه كراءة أعمال أنه تتحدي هالتحديات مثلا يمكن من أكبر التحديات أنه كراءة أعمال اجتماعي فيه المنظور أنه فيه ناس فكر أن هذا رياضة أعمال الاجتماعية يعني كأنه تبرعات أو كأنه مش أن يطلع دخل يمكن هذا من ضمن التحديات بس أنت تتغلب عليها بأنك أنت تكون جزء من التوعية هاي فتوعي الناس تفهمهم شو المنظور هذا إيمان حتى لما كنت تتكلمي كنت تقولي نحن وإحنا بشكل جماعة إحنا مفهومنا عن رياضة الأعمال بشكل عام أنش أنت يور أوم بوس أنت تتحكمي بالعمل اللي تؤدي لكن هل رياضة الأعمال الخيرية تابعة لمؤسسة معينة؟ هل تدعمها مؤسسة؟ أو أنها مثل فكرة رياضة الأعمال العادية أنش أنت صاحبة الفكرة وصاحبة الأهداف بعدها؟ وهما بدئيا أنت صاحبة الفكرة وانت لها لك أننا مرينا نفس ما قلت لك في برنامج رياضة الأعمال الاجتماعية وكنا يعني مخرجات البرنامج هاي والحمد لله تعلمنا في خلال المهارات يعني أنت تتعلمين كيف أنت تديرين مشروعك وكيف أنت تخدمين في المجتمع أنا يمكن أحب أن أعطيتش أمثلة أن تكون معادي الصورة شوية أوضح يعني يقول مثلا رياضة الأعمال الاجتماعية أوكي فيه ناس با تقولك مثلا في البيئة في الأمور هاي شوية واضحة لكن أغلب الناس اللي تكون في رياضة الأعمال الاجتماعية عندهم شغف داخلي يعني مثلا أعطيتش قصة أم مثلا ولدها عنده أتزم له التوحد فتلاحظ أنه عنده قدرات دقيق في التفاصيل ويحب أن يسوي شيء بطريقة مثلا تكراره شيء أنا وأنتي يمكن ما عندنا بارة يعني نسوي شيء مرة وخلاص ما أنا بنعيد فهي صنعت نفس الشوكولت يعني أنه إنتاج شوكولت ووظفته هو يمكن خمسة عشر من ربعة ما يقارب شيء فصنعت فرصة إلى ولها فأنتي أصلا البزنس مربح تشكلت بيكون ماشي وبالإضافة أن أنت أصلا في خطة التسويق بتحطين أنه والله فئة أصحاب الهمم اللي هما قدموها المشروع فهذه الفكرة بالعكس هي مفروض يكون توجه للجميع تحطها في خطتها مش أنه شيء بيخسرك بالعكس هو شيء يزيد الوعي لما تروحين أنت تشتركين منها تحسين أنت بالسعادة يعني خلينا نقول كأنه بيزنس مع هدف سامي بالضبط ذكرت حضرتك من شوي أنه أنتم ممكن تساعدوا سيدات اللي عندهم مشاريع صغيرة لأمتى أنتم بتضلكون معهم؟ إنتم مثلا ممكن تتركوا سيدي لحد ما تصير هي رائدة أعمالها هي تصير مديرة مشروعها هل في مثلا ورشات عمل معينة ممكن تلجأوا لها؟ تشوفي أنا في يعني من سنتين قبل حتى ما أدخل برامج رائعات الأعمال كنت عضوة في مدلس إدارة E7 بنات الإمارات وهذا يتكلم بعد كذلك عن ريادة الأعمال يدخلون الفتيات عندنا من كل الإمارة من إمارات الدولة ويتم اختيارهم طبعا أنت تنتقين الناس اللي عندها شغف وتقدر يعني عندها يعني بعض المهارات تتأكدين أنه ممكن أن تتحقق المشروع لأنه ممكن الإنسان بيكون رائد أعمال فيه ناس تناسبها الوظيفة مو عيب يعني الوظيفة كذلك ناس تناسبها الوظيفة أنا خلاص مدام مراتبي في آخر الشهر مستنسة طيب في واحدة ما عندها وظيفة تدخل في البرنامج فندربهم على مدة تسعة شهور لحد ما يتخرجون من البرنامج ونتبع اسلوب الديزاين نزيد مهارات الابتكار عندهم ونعلمهم كيف أنهم يطلعون أفكارهم أنا كنت من المدربين في البرنامج كذلك وياهم لحد ما أنه يتمر تسعة شهور يكون في المرحلة الأولى أنتوا فكرتوا المرحلة الثانية وفيه فريق عمل يعني اختاروا مع بعض طبقوا المشروع عملوا ريسرش دخلوا معهم يعني طبقوا خلاص على آخر تسعة شهر يكونون خلاص ويتخرجون ويحصلون دعم من الرعاة ويطبخونه في الواقع ودائما التخرج يكون بعد تسعة شهور لأن أنا أحس لإدارة الأعمال مثلا تحتاج فترة كبيرة للتعليم يعني لازم أفهم الفئة المستهدفة لازم أفهم البزنس نفسه هل هذه الفترة تكفي أني أنا كشخص ما دارس بزنس أدخل في هذه الدورات وأنجح فيها أو لازم يكون عندي خلفية مسبقة للناس اللي تبقى تدخل هذا المجال شوفي إذا عندك خلفية مسبقة هاي بعد ميزة بس أي حد يقدر يسوي بزنس أي حد يقدر يسوي بزنس إذا هو عنده الإصرار وعنده الفكرة وعنده فريق عمل شغال معه وقعد يطبق يعني أنت لو صنعتي منتج صغير وقعدت تتبيعينه هذا يعتبر بزنس لو كان صغير لكن إذا بغيت يتكبرينه هني أنت تحتاجين طبعا باقي المهارات الأخرى كيف تسوقين مشروعك كيف أنت تتواصلين معنات لأن أنت اللي قعدت توصل الفكرة ما لتكهين طيب أستاذ إيمان هلأ كل بزنس سواء كان اجتماعي أو بزنس عادي لا يخلوا من المشاكل أو المعضلات اللي ممكن تخلي صاحب هاي البزنس يحس باليأس هل بتعلموهم على طرق مثلا أو استراتيجيات معينة لا يتعاملوا مع المشاكل المستقبلية اللي ممكن تواجههم هو أكيد يعني من أهم الصفات أن الشخص أن ينجح في البزنس يكون عنده رزليانس يعني عنده قدرة أنه حتى لو طاح يرد هاي بتلاحظينها في أغلب رواد الأعمال لأنك جزء من أنك أنت تفشل في مرحلة معينة في المشروع وحتى في الابتكار يقولك لما تفشل من وقت أنت قاعد تتعلم والخبرات الرياضة الأعمال هي ممارسة مو كلام نظري أنت ممكن تكون دارس رياضة أعمال لكنك ما طبقت غير طيب كنت عم بتقولي من شوي حضرتك أنه زرته أكتر من بلد شفته أكتر من مشروع أداة هذا الشي يمكن أعطاكم إلهام للطبق هذه المشاريع يعني يمكن بطرق مبتكرة أو بطرق تتماشى مع عادات وتقاليد الدولة ومع رؤية الدولة أحلى شيء لما نحن سرنا وشفنا المشاريع أمنا أن الفكرة ممكن تصير واقع لما تشوفينها بعينتك وأنها موجودة لا يصير عندك من ضمن المعوقات المعوقات أنت تحطيها لنفسك في أحيانا كثيرا نحن نقول أنا لو راح تسوي مشروع ما بينجح منو بيدعمني ما عندي فلوس مو هاي العوائق في ناس تبتدي من الصفر ما عندها حتى أي ميزانية تبتدي من الصفر عادي البزنس ما يباله يعني يباله إصرار وعزيمة وأنك أنت تعرف كيف تسوي نفسك وهي تنجح فيه فمن ضمن مثلا المشاريع اللي تشوفنا هناك كان في مشروع اسمه شيروز يعني فتيات كانوا تعرضوا للأسد أتاك اللي هو نفس ميت النار وشيفة ويوههم جسمهم فيه حروق فأنت يعني شخص كان أكتفست وصحفي خذ الموضوع هذا وتبناها كقضية إحصائيا على مستوى الدولة كان بالنسبة للهند أنه نسبة كبيرة من بتيات يتعرضون لهذا الشيء وما يتعرضون من أغلبيتهم من أشخاص قراب منهم يعني يعني أن أحد من أهلهم أو أن شذا أو أحد مثلا كان يعني في الشارع أو هي يعني يتعرضون شيء فهو صنع لهم كافي أنه يسون المنتجات هما بنفسهم يقدمونه نحن لما رحنا هناك حسينا بالإلهام يعني وحدة فيهم حين اليوم مادل تعرض يعني مستوى الثقة بالنفس وحب الذات وكيف وصلت لها المرحلة يعني هذا شيء رائع ففي قصص كثيرة من هالمجال يعني شفناها يعني فكرة رياضة الأعمال الخيرية والاجتماعية هاي فكرة بالنسبة لي أنا الفايدة تكون في الجانبين صحيح أنت في البزنس ولا الناس التي موجودة التي تحاول تساعدها طبعا أشتري لا أشكر على تواجدت اليوم معنا رح نطلع بريك بس قبل ما نطلع رح نسمت شي من عند إياد يا سلام ترجمة نانسي قنقر